دعا المالك محمد السادس في خطاب العرش اليوم السبت الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون لإعلاء مصلحة الشعبين الجزائري والمغربي وفتح الحدود وأضاف المالك محمد السادس إننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات تنائية أساسها التقة والحوار وحسن الجوار وأضاف جلالته وذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبين وغير مقبول من طرف العديد من الدول فقناعة أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين وأضاف صاحب الجلالة إننا نجدد الدعوة الصابقة لأشقائنا في الجزائر للعمل دون شروط لبناء علاقات أساسها التقة دون شروط لأن الوضعية الحالية لهذه العلاقات لا ترضينا وقناعة أن الحدود المفتوحة هي الأساسية بين الشعوب لأن إغلاق الحدود يتنافى مع اتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية مراكش التي تنص على فتح الحدود بين البلدين وأوضح المالك أن ما يقوله البعض بأن فتح الحدود لن يجلب للمغرب والجزائر إلا الشراء فهو مخالف للواقع لأن أمن الجزائر وشعبها هو أمننا لذا أدعو فخامة رئيس للعمل سويا في أقرب وقت ممكن لتطوير العلاقات التي بناها شعبينا لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار ذلك أن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مسلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين الشعبين الشقيقين لأن إغلاق الحدود تتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه الميث المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراقش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص فلاحرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ونؤوس الأموال بين دوله وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه دكتور مرات وحسبات خاصة أنه لا فقمت الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق ولكن أنا مسؤول سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنين قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في الاشياء يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا أن تفعلوا جميعا